تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية الراهنة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم تشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلية على لبنان حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد موقف مصر بدرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ورفض أي انتهاك لسيادته ومخادرات شعبه الشقيق هذا مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكرية لما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب كما أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار المساعد الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتباره يمثل طريقا لاستعادة الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية وبما يسمح بدفع مصار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام في المنطقة تطرق الاتصال أيضا إلى العلاقات الثنائية حيث أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في ضوء الزخم المتنامي في التعاون المشترك واستنادا للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر